بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن الصفات والشمائل المحمدية وذلك تبعا للاحتفال الذي يقوم به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بمولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحيث يعتبر أن هذه مناسبة ومحطة لكي نكثف الحديث حول شخصية هذا النبي الكريم ونعرفه لأبنائنا وبناتنا ولأجيال الصاعدة فالاحتفالات تستمر تستمر أيام طويلة ربما طيلة الشهر الربيع الأول وأحسن طريقة للاحتفال هي التجمع حول ذكر أخلاقي وسلوك هذا النبي العظيم حتى نقوم بغرسها في قلوبنا وقلوب كل من حولنا تعالوا بنا اليوم نتعرف عن ما يسمى بالصفات والشمائل المحمدية هذا الأمر نظرا لأهميته اهتم به علماء الإسلام قديما حتى صار علما قائما يسمى علم الشمائل ويذكر كل المسائل المتعلقة بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا من حيث أوصافه الخلقية يعني الشكلية كيف كان النبي الكريم كيف كان شعره كيف كانت عيناه أنفه فمه أسنانه لحيته أعضاؤه بشرته وأيضا الأوصف الخلقية والخلقية يعني سلوكاته وهديه وعباداته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بسيرته العطرة لماذا كل هذا الاهتمام؟ لأن سيدنا النبي محمد ابن عبد الله حباه الله عز وجل دون غيره من الخلق بأكمل وأعظم الصفات صفات خلقية ظهرت على سلوكه القويم وصفات خلقية ظهرت على بدنه الشريف وربنا سبحانه وتعالى شرفه وشهد له بكمال الصفات وعظم الأخلاق الله جل جلاله هو الذي شهد له بكمال الصفات وعظم الأخلاق فقال وإنك لعلى خلق عظيم وفي قراءة وإنك لعلى خلق عظيم على خلق عظيم أي أنك يا محمد على أخلاق الله عز وجل من أجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل قلوب المؤمنين منذ بزوغ فجر الإسلام تتعلق بحب هذا النبي الكريم ونريد من خلال هذه الحلقة أي الأحباب أن نقف على أهم الصفات الخلقية كيف كان سيدنا محمد من حيث شكله ومن حيث جسمه وأيضا الصفات الخلقية من حيث سلوكه وتصرفاته يحكي جمع من الصحابة الكرام الذين عاصروه وعايشوه يذكرون صفاته الكريمة من بالك ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه كأن الشمس تجري في وجهه هذا كلام لأبي هريرة تصور معي صورة فنية كون أن وجه النبي الكريم مشرق وكأن الشمس تجري في وجهه بعض صحابته قالوا عنه لقد كان فخما مفهما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر يعني عنده حضور لما يجلس بين الناس ويتكلم يبدو أنه فخما مفهما ونور في وجهه يتلألأ كأنه القمر ليلة البدر ولكم أن تتخيلوا القمر ليلة البدر الأيام البيض 13-14-15 يكون القمر دائريا مكتملا وقال بعضهم لأن كان سيدنا يوسف عليه السلام أعطي شطر الجمال فقد أعطي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحسن كله يوسف أعطاه الله شطر الجمال وكان سببا في تعلق النساء به لكن النبي الكريم أعطاه الله الحسن كله وأخفاه عن الأنظار جعله مكرم وفيه هبة ولا أحد يستطيع أن يتجرأ عليه هذه كرامة من عند الرحمن صفات كثيرة ذكرها العلماء من بينها مثلا ما رواه أنس بن مالك قال كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أزهر اللون وأدعج العينين وأهدب الأشفار وواسع الجبين وأزج الحاجبين وكان كث اللحية رجل الشعري سهل الخدين ضليع الفم كان فخما مفخما ضليع الفم وكان أبيض الأسنان إذا تكلم كأن النور ينهمر من فمه وكان عظيم الهامة كأن عنقه في صفاء الفضة له نور يعلوه وكان في وجهه تدوير يتلألأ وجه تلألأ القمر بادن متماسك وسواء بين البطن والصدر بعيداً ما بين المنكبين أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر وسطاً بين الطول والقصر ووسطاً بين السواد والبياض خافض الطرف إذا التفت التفت جميعاً نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء يمشي هوناً إلى غير ذلك من الصفات الخلقية الشكلية حتى إن الإنسان ممكن أن يتخيل هذه الصورة الجميلة التي جمعت جمعت كل ملامح الحسن وملامح الكمال في وجه النبي المنعم صلى الله عليه وسلم لكن الأهم في كل ذلك وهو الصفات الخلقية فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الكمال البشري من حيث الأخلاق لأنه قال إنما بعدت لأتمم مكالم الأخلاق والدين الإسلامي أساساً يقوم على على القيم الأخلاقية كل من غفل القيم الأخلاقية وتمسك ببعض الأمور الشكلية يكون قد ابتعد عن مقاصر الدين وعن مقاصر الشريعة فالدين إذا أردنا أن نقوم بتلخيصه هو عبار عن أخلاق أخلاق كريمة لك أن تتخيل حتى قيل من سبقك في الأخلاق سبقك في الدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول صفة تميز بها هي صفة كثيرة أولها كانت العفة والطهارة منذ كان صغيراً كان عفيف وكان طاهر رغم أنه عاش في حاضرة بلاد العرب مكة المكرمة كانت تسمى حاضرة بلاد العرب والبلاد كانت تسدف بها المفاسد الجاهلية أخلاق سيئة منتشرة والناس يستمرؤونها كان هناك شرب الخمر عادي جداً كان استمراء الزنا وكان لعب الميسر وكان تصعيد الربا وتغافت على مال اليتيم وكان هناك وعد البنات وكان هناك ظلم الضعفاء واستعبادهم كان هناك عبادة الأوثان والتقرب إليها بالدبائح صفات كثيرة مجتمع في المجتمع الجاهلي مفاسد كثيرة لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم منذ كان صغير منذ كان طفل ولما صار مراهق ولما صار الشاب ولما صار كهل أبداً لم يشارك في أمر من هذه الأمور حتى أحيان كان يدفع كان يدفع لكي يشارك لكن عناية الله كانت ترعاه وتحميه كل مرة أراد بعض أقربائه أن يدفعوه إلى الوقوع في بعض مفاسد الجاهلية تتدخل العناية الإلهية والرعاية الربانية لهذا قال عن نفسه العلي صلى الله عليه وسلم قال أدى بني ربي فأحسن تأذيبي وقد سمت هذه التربية وارتفعت حتى غدت تجسيداً للقرآن الكريم لهذا زوجته أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي قالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن فهو صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن قرآن يسير على قدميه باختصار نذكر مثلاً لما كان في سن المراهقة المفروض أن سن المراهقة 13-14 سنة يكون الإنسان يميل إلى الطرب يميل إلى الأنس يميل إلى الجنس الآخر أمر عادي في سن المراهقة حتى يصلي سنة 18 سنة 20-24 سنة كل هذه السنوات هناك فوران في الرغبة وهناك ميل إلى المتعة سيدنا النبي صد الله عليه وسلم مرت مراهقته طاهرة نقية صفية حتى إنه تكلم عنها فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي الكريم قال ماذا ممت بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين مرتين فقط جاءه الهم أنه يستمتع كما يستمتع أهل الجاهلية مرة قال قلت ليلة لبعض فتين مكة كان هناك طرب في إحدى الدور كان طرب وكان هناك رقص وموسيقات فقال لفة من فتينه ألا تبصر لغنمي حتى أدخل مكة أصمر فيها كما يصمر الفتين أصمر وهناك شهود للغناء والطرب والجنس الآخر قال سأدخل لكي أصمر فقال قال أو بلى اذهب قال فلما جئت إلى أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغربيل والمزمير فقلت ما هذا قال تزوج فلان بفلانه فجلست أنظر قال فضرب الله على أذني فضرب الله على أذني فوالله ما أيقضني إلا مس الشمس أراد النبي الكريم أن يستمتع كما يستمتع بقية الحاضرين لكنه ليس كبقية البشر هو مثل الذر مثل الحجر وسط الحجر مباشرة ربنا عز وجل ضرب على أذنيه وأغمي عليه لا يسمع أي شيء وسقط على التراب وبقي هنالك حتى أيقضته حر الشمس وكأن الله تلقى لو يا محمد أنت لم تخلق لهذا أنت يا محمد طاهر مطهر لا بد أن تبقى على هذه الصفة فيحكي النبي الكريم أنه رجع إلى صاحبه وسأل ماذا فعلت بالأمس قال ما فعلت شيء فبعد تلك الفترة جاءت ليلة أخرى سمع فيها الغناء والطرب فقال لي فتى معه هل لا أبصرت لغنمي حتى أنزل مكة فأصمر كما يصمر الفتيان فلما وصل سمع دفوفا وغناء وموسيقات فسأل هناك قيل له فلان تزوج بفلانه قال فجلست أنظر فضرب الله على أذني مرة أخرى درب الله على أذني فأخشي عليه أغمي قال فوالله ما أيقضني إلا مست الشمس في الصباح رجع إلى صاحبي قال ماذا فعلت قال والله ما فعلت شيء وأخبره الخبر ومن ثم قال النبي الكريم فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله تعالى عز وجل بالنبوة منذ ذلك اليوم سيدنا النبي ما جلس ما كان في شبهة ولا مكان فيه رغبة للمتاع الغير المشروع لأنه كان بحفظ الله وكان برعاية الله بل أكتر من هذا أن الوسط الذي كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بالأعياد أعياد الجاهلية كانت تقام هناك مواسم فيها أصنام وفيها أوتان ويقدمون لها القربين والدبائح ويشهدون فيها البخور ويلتمسون منها البركة وكان من بين أكبر المواسم كان هناك موسم بوانة بوانة وصنم عظيم تحضره العرب وكانوا يحلقون رؤوسهم عنده يحضر الناس ويقدمون له القربين ويدبحون الدبائح ويمسكون له النسائك ويحلقون رؤوسهم ويعكفون عنده يوما إلى الليل كل سنة كان هذا من عدد الجاهليين وكان كل الناس يحضرون حتى أبو طالب كان يحضر وعمات النبي كنا يحضرنا فيأخذنا أطفالهم ويأخذنا الأولاد والبنات فأرادوا أن يأخذوا سيدنا محمد وأنا ذاك كان يتيم مات والده مات أمه مات جده وبقي مع أمه أبي طالب كان عمره أنا ذاك حوالي 12 سنة قالوا لي الله معنا هيا من تحضر معنا لهذا الحفل فاختفى عليهم وذهب فبحتوا عنه وأخذوه بالقوة وإحدى عماته وابخته قالت يا محمد لما لا تريد أن تحضر لقومك عيدا ولا تكفر لهم جمعا فأخذوه بالقوة فلما دهموا به وكانوا يقدمون القاربين لهذه الأصنام رجع مرعوبا فزعا فقل لهم ماذا هك يا محمد قال إني كلما دنوت قريبا من هذا التجمع حيث ذلك الصنم إلا وتمثل لي رجل أبيض يصيح بي ويقول وراءك يا محمد وراءك يا محمد دونك يا محمد لا تمس لا تمسه فقلت لهم ما كان لي أن أعود ورجع مرعوبا فزعا فتركوه فكان ربنا عز وجل يحفظه من أن يقدم القاربين حتى في الفترة الجاهلية قبل البعته ومن تم كان النبي الكريم يمتاز عن غيره من الناس في تلك الفترة في شبابه وفي أول عمره كان يتميز معروف بالأمانة كان الأمين الشهر بالأمانة حتى لقب بالأمين منذ صغاره وأمانته كانت في أموال الناس كان الناس يعطونه أموال في التجار لأن المنطقة تجارية وكانوا يعطونه أموالهم ويردها إليهم وطبعا هذه الأمانة هي الطبيعة لأماناته على وحي السماء الله عز وجل زرع فيه الأمانة لماذا؟ لأن الوحي هو أمانة ولابد أن يبلغه بكامل الأمانة كما اشتهر أيضا بالصدق فسيدنا النبي منذ صغاره ما جربوا عليه الكذب أبدا 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 ولو كذبا ولو كذبا ولو بالهزل أبدا حتى إن أبا سفيان كبير قريش لما كان أمام الحاكم العظيم إمام هرقل ملك الفرس وملك الروم لما سأله يا أبا سفيان هذا الرجل الذي يدعي النبوة هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقال أبو سفيان كلا ما جربنا عليه الكذب ما جربنا عليه ولو مر واحدة الكذب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الله تعالى بأن يبلغ الرسالة جمع قومه وقال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا بلى ما جربنا عليك الكذب فسيدنا النبي معروف بالأمانة والصدق وهذه مقدمة لتحمل الوحي وتبليغ الرسالة فأهل الدين أول صفة يمتازون بها الأمانة والصدق ثم اشتهر النبي الكريم بصفة أخرى متميزة وهي الحياء حتى قال لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء يعني اليهودية لها خلقها والنصرانية لها خلقها هذه تقوم على المحبة وتلك تقوم على الإثار لكن الدين الإسلامي أهم خلق يقوم عليه وهو الحياء حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان وربنا عز وجل غرس في قلب نبيه وصفيه الحياء فكان شديد الحياء لم تنكشف له عورة حتى في الجاهلية وكان حياءه يمنعه من كترة المزاح والفحش في القول أو الفضاضة والغلضة في المعاملة وربنا يشهد له بدلك في القرآن لما قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لن فضوا من حولك كان صلى الله عليه وسلم لين الجانب يحن إلى المساكين ولا يحقر الفقراء ولا يغاب الملوك والأمراء ما كان يخاف الملوك والأمراء وما كان يحقر الفقراء الناس عندهم كلهم سواسية كلكم من آدم وآدم من تراب أخلاق عظيمة امتاز بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان قبل البعتة أما بعد البعتة فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكون عليه الكثير في سيرته العطرة كان وهذا ربما من أراد أن يتأسى بالنبي من أراد أن يجعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة هذه أهم صفاته كان دائما البشر لا يرى إلا مبتسما فليس من السنة أن الإنسان عنده قلق أو عنده موم يبقى دائما دائما لا يكاد يبتسم لا سيدنا النبي دائما البشر دائما مبتسم دائما مبتسم وكان سهل الخلق هاي لين الجانب لا فضا ولا غليض ولا سخاب ولا فحاش ولا عيب كان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت لا يتكلم كثيرا وكان دائما الفكرة يتفكر ويتأمل ولا يتكلم في غير حاجة وإذا تكلم تكلم بجوامع الكلم وإذا لقي إنسانا بدأه هو بالسلام السلام عليكم والأول وكان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر لسانه كان رطبا بذكر الله وكان إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس لا يختار مكان خاص به جاء متأخر يجلس في الوراء وكان يعطي كل جلسائه نصيبه في الكلام والاحترام لا يفضل هذا عندك من جلسه لحاجة صابر حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو كان بميسور من القول صلى الله عليه وسلم وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء متقاربين ليس هناك تفاضل بينهم وكان صلى الله عليه وسلم فيه خلق الشجاعة لأنه لصفة الأخلاق الحميدة الرجال الأقوياء لا يعرفون الخوف ولا يرضون العجز كان صلى الله عليه وسلم مثالا يقتد به في الشجاعة والثبات وفي المعارك كان صلى الله عليه وسلم هو الأول دوما في مقدمة الصف حتى إنه الليلة التي خرج فيها في المدينة نام في فراش تلك الليلة وخرج ثم حتى التراب على الناس ولم ولم يخف أو يرتشف شجاع وبالمقابل كان فيه الرحمة كان يرحم كل من هو بين يديه الرحمة كانت متأصلة في قلبه وربنا الشهد له بذلك فقال وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين حتى إنه لما اعتدى عليه المشركون وقالوا له يا صلى الله عليه وسلم أدعو عليهم أدعو عليهم بالهلك قال إني لم أبعث لعنا ولا كذا ولا كذا وإن مبعدت رحمة فهو صلى الله عليه وسلم يدعو دوما إلى الرحمة ويأمر أمته بالتحلي بخلق الرحمة كان يقول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كان إذا سمع بكاء الصبي وهو في صلاة الجماعة يسرع في الصلاة رحمة بأمه وكان يحمل ابنة بنته وهو يصلي إذا قام حملها وإذا سجد وضعها وكان معروف بالتواضع صلى الله عليه وسلم في تواضع عظيم كان لا يحب من أحد أن يمدحه إلى حد الإطراء كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقول عبد الله ورسوله فأنا عبد من عباد الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يخدم أهله في البيت ويتعامل معهم بالرفق لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن فعل النبي في بيته قالت كان بشر من البشر لم يكن نبي في البيت كان يغسل توبه ويحل بوشاته ويطوي كساءه ويلظفه ويخدم نفسه بنفسه هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وكان تواضعه مع الصبية الصغار وكان يلاطفهم بالكلمة الطيبة واللمسة الحانية ويتواضع مع الضعفاء والفقراء من الناس وأصحاب الحاجات الغريب أن صفة متميز بها النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طيب جميل كان طيبا مطيبا من غير طيب لاه رائحة تفوح على أنواع العطور فكل من صفحه يبقى يظل يجد ريحه في يده طول اليوم كان يمسح على رأس الصبي فيعرف بالريح الطيبة فهو صلى الله عليه وسلم معروف بهذه الجمالية الرائحة الطيبة التي كانت عنده وكان صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم وكان لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإنما ينتصر للحق لهذا ربنا عز وجل أعلى منزلته وقال ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فنحن هذه الأيام والأمة الإسلامية تحتفي بذكرى مولد خير البرية هي مناسبة غايتها أن الناس لا ينسون أنهم ينتمون إلى دين الإسلام ويفتخرون بأن الله تعالى اختار لهم نبيا هو أعظم وأكرم الخلق على الإطلاق جعله لنا أسوة وجعلنا قدوة وحق لنا أن نفتخر بانتمائنا لهذا الدين وحق لنا أن نسعد بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا ونبي المسلمين صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا أيها الأحباب الكرام لنفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقمنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 الكلمة لكم لمناقشة كل قضايا الحياة والنفس والأسرة والعائلة والمجتمع فالحياة مليئة بالأفراح وأيضا فيها بعض الأحزان تعالوا بنا يواسي بعضنا بعضا ويدعم بعضنا بعضا لنبقى ذوما نسير في نور الله ورحمة الله وبركة الله إلى يوم لقاء الله مرحبا بكل المكالمات نبدأها من الضال البيضاء معنا للا حد أهلا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الدكتور لبس عليك الله يطول عمرك للشريفة الله يبارك فيك أولدي الله ينورك تتنورنا بالعلم ديالك الله يجازك بي خير بارك الله فيك للا الله يطول عمرك ولا أنت أولدي يكلا بس عليك الحمد ورب ونشكروه عوشير مباركة مسعودة الله يبارك فيك أولدي الله يطول عمرك بارك الله فيك يا ألف مرحبا الله يبارك فيك أولدي وابغيت أولدي تدعي معنا يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم دعي لي مع ابنتي سهل عليهم الله وبنات المسلمين جميعنا يا ربي يا ربي يا كريم والله يسهل على الجامعة يا رحمن يا رحيم والله يجزك بخير أولدي جزاك الله الفخير لله وأنت واتقم تقني وكل المسلمين الله يسهل على الجامعة اللهم أمين يا رب شكرا لك للحد شكرا لك حافظك الله الله يبرك فيك أولدي بارك الله فيك شكرا للحد نموذج من النساء المغربيات اللي قلنا دائما الحمد لله المرأة المغربية فيها وحد الصدق ديل التدين وديل الإيمان وديل دائما الرغبة فيما عند الله وأكيد أن الإنسان دائما هو يحتاج إلى الدعاء لأن الدعاء هو مفتاح أرزاق الله وخزائنا الرحمن قد يكون عند الإنسان نصيب من الحياة حتى ولو عمل حتى ولو تعب ربما قد لا يصل إليه ربنا يحب أن يسمع دعاءك ربنا يحب أن يسمع تضرعك وخشوعك والحمد لله نحن في هذا البرنامج تتاح لنا الفرصة أننا ندعو الله جميعا ما حقيقة الدعاء؟ من لك نرفعه واحد الفتحة وكي يكونك يسمعون لنا واحد العدد كبير دي الناس هذا الدعاء يرتفع إلى السماء ويصل إلى مقامات عالي من السماء قد يصل إلى سدرة المنتهى هذه الفتحة كتبشي حتى العرش الرحمن وتسجد له بما شاء الله لها أن تسجد ثم ربنا يفتخر بها ويباهي بها الملائكة ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي إنهم يذكرونني ويدعونني ولم يروني هذا أكيد على أن عندهم إيمان ويقين في قلوبهم اجهدوا أني قد غفرت لهم وعزتي وجلالي لأستجيبن لهم ولو بعد حين والله تعالى كريم هو الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان خصوصا في الأيام المباركة وحن هذا الموسم نعيش فيه هو شهر ربيع الأول لفيه ذكرى العطرة ذكرى مولد خيري البري وربنا قلنا فيها وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وفي هذا الموسم ربنا يوزع الأفرح ويوزع الإبتهاج قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فاللهم يا رب لا أعلمين دلواحد الفتحة للأحد الله يجلزكم بخير في كل مكان اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رب متعها بالصحة والعافية وتمام العافية وقل رعينها أقر عينها بأولادها وبنتها وارزق بنتها القبول اللهم يا رحمن يا رحيم ارزق البنات القبول نسألك اللهم يا حنان يا منان يا عظيم الشان أن ترزق بنتها الحياة الطيبة وأن تزيل عنهن الموانع اللهم أزل عنهن الموانع وأزل عنهن الأحزان والأسقام واحفظهن من العين واكتب لهن قريبا 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 سعدا جميلة يا رب إنك على كل شيء قدير يا رب إنك بالإجابة جدير اللهم بفضلك وجودك وكرمك وعزتك أكتب لهن قريبا فرحا جديدا واختار لهن يا أكرم الأكرمين أفضل الأزواج اللهم اختار لهن أفضل الأزواج وارزقهن أفضل الدرية وأسعدهن يا رب وجميع بنات المسلمين اللهم يا أكرم الأكرمين جميع بنات المسلمين التي ربما عندهن موانع أو عندهن صعوبات نسألك يا مولانا بعزتك وجلالك وقوتك أن ترزقهن وتختار لهن الأزواج السعداء يا رب لا يمر هذا الصيف صيف هذه السنة حتى يكون عروسات منعمات في بيوتهم يا ربي يا كريم وقريبا يكون بإذن الله بإذنك يا واحد يا أحد أمهات مطمئنات سعيدات بأولادهم اللهم عجل لهن بالفرج اللهم عجل لهن بالفرج ولكل بنات المسلمين فضلا منك يا رب ببركة صاحب الذكرى صاحب هذه المناسبة العطرة خيري البرية سيدنا محمد يا رب نتوسل إليك بالصلاة على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بحق له ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله اللهم اكتب لبنات للحد ولبنات المسلمين أجمعين في كل مكان سعدا جميلا واجعلهن يا رب قريبا عروسات منعمات مكرمات وأزل عنهن الموانع احفظهن من عين العائنين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين وسهر الساحرين وشر الخلق أجمعين ورزقهن السعادة الأبدية وأدم عليهن الأفراح والمسرات قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم ونواصل أيها الأحباب الكرام اللحظة نتحول إلى بن جرير مع للا عزيزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للا عزيزة اللهم عليكم الحاج أهلان وسهلا بك سهلا بك هكذا رمعت الصحا والله يطول عمرك ابنتي أنا ممعت حميدower ما ي 어려 lamaria دعني مع الوالدة الله حفظك ومع والدي ومع كطر ابنتي سعيد الله حفظك يا رب سعيد الله سهل لك كل ايداتك يا رحمن يا رحم كذلك جvitBean لا بدأني بن جغلا كنا ديما كتصلنا وكان دائما كلمو أحلو وفيه الروح الوطنية الروح الإنسانية وروح لإنساني الحمد للسحام رجل فاضل الله يحفظك بارك الله فكر للعزيزة الله يحفظك الله يطبع لعبك اللهم أمين وجميع المسلمين والمسلمات شكرا لك للعزيزة نطلب الله سبحانه وتعالى في هذا الجمع المبارك اللي يجمع في أهل الإيمان وأهل يقين وأهل الصلاح في هذه الليلة المعظمة ليلة الجمعة اللي يكون فيها الدعاء مستجاب وهذا وقته المتأخر لعله وقته استجابة بإذن الله تعالى اللهم تعالى العزيزة يحفظ الله أولادك وبناتك وينبتهم نبتا حسنة ويقر بهم العيون ويسعد بهم القلوب ويجعلهم دوما طوع بنانك وتشوف فيهم إن شاء الله ما يصرك يا ربي أولادك وأولاد المسلمين أجمعين يا رحمن يا رحيم نسألك يا مولانا في هذه الساعة المباركة في هذه الليلة المعظمة ليلة الجمعة وفي هذا الشهر الفضيل شهر ربيع الأول وفي هذه الذكرى العطرة ذكرى المولد النبوي الشريف اللهم احفظ للجميع الأولاد والبنات اللهم احفظ للجميع الأولاد والبنات اللهم إن أولادنا وبناتنا هم فلدات أكبادنا وهم قرة أعيننا اللهم يا ربي أسعدنا بهم أجمعين واجعلهم يا ربي صالحين مصلحين اللهم أنبتهم نباتا حسنة اللهم يا ربي جعلهم على طريق الاستقامة واجعلهم يا ربي نافعين واجعلهم يا ربي صالحين وأبعد عنهم يا ربي الأشرار وأبعد عنهم الحساد وأبعد عنهم الأضرار واحفظهم بالسبع المثان والقرآن العظيم آمين آمين يا أكرم الأكرمين نتحول إلى إقليم تارجيست مع السعبد الحق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يطول على مصدر الحق الله يطولنا عمرك بارك الله فيك مولي السياق كريبة بغيت دعينام معه اللذي نارك Creation يا ربي يا كريم وحفظي المرأة ديالك وإله داشل الله وخخويا بإدن الله سعبد الحق وخخويا بإدن الله أو أن ناخد الرقم ديالك أنا أتوأوسنا معك بإدن الله ساعدhist بإدن الله وخخويا بإدن الله الله يحفظك ورعك يا ربي يا كريم الله يحفظك ورعك سيساعد الحق سبحان الله العظيم لحت أي والأحباب الكرام رغم أن الموضوع دينا ليس هو الدعاء موضوع دينا هو مفتوح على كل الوجهات على قضايا النفس وقضايا الأسرة والمجتمع والحياة العامة اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا وغيرها لكن اهتمامات المغاربة الحائقية اهتماماتهم بسيطة جدا اهتماماتهم بغير السلامة والستر دي المولانا يعني الناس داك الطموح السياسي والرغبة في التغيير والرغبة في التشديد كلها داك قضايا كبرى مغاربة بسطاء بغير السلامة واستر دي المولانا بغير يرعيشوا بسلام وشوفوا وليدتهم بسلام يكونوا مجموعين بين اربعة جدران هما مهديين مرضيين الله يجعل البركة مطالبون بسيطة جدا لا نريد علوا في الارض ولا نريد متاعا للدنيا بغير السلام والعافية احتمشوا عدمولانا هو عنا راضين غير غضبان انطلبوا الله تعالى السعبد الحق الله يحفظ لكم لذاتك مولاي انطلبوا الله سبحانه وتعالى يسترهم ويحفظهم ويرعاهم بالسبع المثاني والقرآن العظيم انطلبوا الله تعالى يحفظهم بما حافظ به الكعبة المشرفة وينصرهم بما نصر به الإسلام ويعزهم بما أعز به الذكى الحكيم الله يقر بهم العيون ويصلح بهم النفوس ويكونوا ناجحين فالحين اللهم تعالى يلاقيهم على الأخيار والأبرار والصلحة ويبعد عندهم الأشرار وينقطر قدروا من الشوك وتشوفهم شاء الله ما يسرك ويعزك بفضل الله وجود الله وكرم الله وجميع أبناء المسلمين وجميع بنات المسلمين وكالمغنق للأحباب الكرام أحسن طريقة لتربية الأولاد والبنات أحسن طريقة المثالية للتعامل مع ثلدات الكبد طبعا هناك مناهج كثيرة في علم النفس وفي علم الاجتماع وفي قانون الأسرة ربما يعلموها الكثير أحسن مني بكثير لكن ما هو الشيء الأسهل الذي يجعل البركة في الأولاد والبنات الأسهل النصيحة الأولى يقول لك لا تطعم أولادك وبناتك إلا حلالة دائما أحرص على أن تطعم الأولاد والبنات الحلال وهذه وصية للزوجات الزوجة عليها أن توصي زوجها تقول له من لك يبغي مشي العمال إياك أن تأتينا بدرهم حرام سير قلب على رزقك ولكن جينا بالحلال ولو كان قليل للأسف كان سمعه بعد مرات بعد الناس كي تشكاو كي يقول لك مراتك تقول لي أجبت لي النهار كامل وانت خارج النهار كامل وانت غيب وفي الأخير ما يبت لي إلا تشير قليل دير بها الرجالة دير بها الفلان وعنلان وعنلان يعني كتحرض على أنه يمد يده إلى لقمة حرام هذا اللقمة إذا دخلت إلى البيت أراك تتخلق لنا واحد نوع من التوتر ومن القلق ومن الإبتلاءات فلهذا نحرص أيها الأحباب الكرام أن لا ندخل إلى بيوتنا وأن لا نطعم أبنائنا إلا اللقمة الحلال ثم في المعاملة مع الأولاد والبنات الطريقة المثالية التي كان النبي الكريم يتعامل بها مع أولاده هي قائمة على المحبة أولا كتزرع فيهم المحبة وكيكون دائما العناق كان النبي الكريم يعانق ويقبل أولاده وبناته وأحفاده وكان يقول الكلمة الطيبة واللمسة الحانية اللمسة الحانية أسلوب جميل كي يخلي دائما هناك محبة ومودة وتجمع عائلي إلا قدر الله تعالى جذك ابتلاءات في أولادك وبناتك من الخارج إما أنهم التقوا مع أصدقاء السوء وإما أن الحياة بصعوبتها أغلقت عليهم الطريق وإما أن أصيبنا بالعين أو بالحسد وأستأدن متوقف هذه الحالة هذه أشكا نديرو نضق الباب باب الرجع على صاحب الأمر لا أحد ينفعك سوى الله سبحانه وتعالى هو اللي عنده عنده النفع وهو اللي عنده العطاء والمنع هو وحده لا شريك له بعض الناس من اللي يتضيق بهم الأحوال كي يبدي يقلب على المنقد من هذه الوضعية كالي يتعلق بفلان أو علان كالي يمشي عند العرافين والعرافات كالي يقلب على شوات عنده الحظ السعيد كل ذلك مضيع للوقت وخروج على طريق الاستقامة أحسن طريقة هي اختلي مع ربك والناس عنك بعيدين ابتعد عن الناس واختلي بربك ادخل إلى الغرفة وغدق عليك الباب وفي شوف الليل توضأ وصل ركعتين وقل طرقت باب الرجى والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجدوا أبكي على الله وأقول يا مولاي هؤلاء الأولاد والبنات هم عطاؤك أنت أكرمتني بهم يا ربي يا كريم لا أحد يستطيع أن يصلح أمورهم سواك أنت الخالق وأنت المعطي وأنت المصلح وأنت على كل شيء قدير الله تعالى يفرح ويسعد لما يطرق بابه أي واحد من المخلوقات لطرقتي بابه وقلت لي عوني وساعدني وقف معايا ربما قد يعينك المرة الأولى والتانية والتالتة ولكن يتعب يتعب يقولك مرة أخرى بدل سعب أخرى هكذا البشر لأنه مخلوق ضعيف لكن الله تعالى كل ما دعوته وطلبت منه والتمست منه العطاء إلا ويحبك والله تعالى يسعد بذلك ويفرح الله يحب العبد الملحاح لهذا أيها الأحباب الكرام القضية سهلة مهلة تأكدوا بأن كل متاعب حياتكم لي مرتبطة إما بالسعب للأولاد والبنات أو بالصلاح للشباب أو بالرزق عندك الديون وعندك قلة المال أو بالأمراض أو بأي مشكل من مشاكل الحياة والله كل المشاكل الحياة سهلة الحياة سهلة غير النسك صعبها ما سبب سهولتها غد الأسباب اللي قدرك على الله تعالى ما غدكوش انت سلبي غد الأسباب اللي قدرك على الله تعالى دون تعاب ولا كلال وبعد ذلك أطرق باب الرجا والناس قد رقضوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجدوا غدع الله ليوم غدى بصدق وإخلاص وتدرع وخشوع وسبح الله العظيم ما إن تصبح الشمس يوم جديد إلا وربك عز وجل يعطيك خلقا جديد وقدرا جديد ورزقا جديد وصحة جديدة وسعدا جديدة التجديد دوما وأبدا الله كريم أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم أجمعين بقوة الإيمان واليقين وأن يجدد فينا وإياكم الصحة والعافية وتمام العافية ويصلح لنا ولكم الأولاد والبنات والزوجات والإخوة والعارب ولا عائلة جمعة وأن يرزقنا وإياكم رزقا حسنا طيبا مباركا لا شبهة فيه ولا حرام قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم نتحول إلى إقليم ستات مع أسي عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يطول عمرك مولي الله يحفظك ويرعاك ويبرك فيك والله العادي دي ما كنشدك ولكن ما كتبغيش ما كتكملش ليجا التعبيئة أو قد صيمانا لديك من غير الكنين صيمانا الخرق كنشده تكتاني ولكن ما عاديش تكمل ليجا التعبيئة وقدم تقطعك اسمح لنا أخويا الله يعشان خطواتك والله يفترك أبوام الجنة يا أبوالحاج احنا لابا كانش عادي تكملينا تلبيم باشي تصوني احنا حنت هان في البيئة دي يالبيم تصوني على واحد خر باشي تصار لنا التعبيئة يالله يحفظك أخويا اسمح لنا أخويا يا أبوالحاج أنا دابا نقول لك كملت عادي 36 الآن تبارك الله ودابا 30 الآن جد جد باشي أنا مريد في جامعة تصكور فندقلات ثولين كثرة الخطرات في النهار الله 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 أبوالحاج ضربوا لي الأوينيات ضوك با وما خليت ضربوا لي دا ما خليت تعييه دا ما خليت تشف في طار لا إله إلا الله الله أجلت الله تيفير ولكن الحمد لله لا إله إلا الله الحمد لله لكل خير وما قريت تبا غين قرأ في جامعة كاني ما كاني عدنا هنا الفقهاء ودك شي ولكن ما أقرأونيش وعد دريرة كي جي عدك الله العظيم بوالحاج طبتوش حامل نوغا رأم عدنا مش عدك شامل خطرة أي وكن قلت لي آخر خطرة قلت لي كن طلب وكن قول لي في المثل بشعر أبوالحاج قولي لجي بشي معاك نشوفوها لوجهي الله الله يطول عمرك أخويا بارك الله فيك والله أبوالحاج أنا أخويا سيد عمر نجي عندك تلستاط نجي عندك أخويا فيما كنتي بإذن الله والله أبوالحاج سبا غين شوفوك لوجهي الله حق الله العادي أخويا عمر كيفاش أجيك سكري من صور ديالك كنت أبوالحاج تحت من فوق حايد أي لا فيما أنت مطيج نتبع لهم سولين الحد الضف والوالدين وش فيهم سكري لا نسي جاك أنتب وحدك كان في جدايا وقال الله لا أرحمه قالوا رفيا السكرية كان فيها قبلي لا إله إلا الله أمر الله تعالى من قبل ومن بعد والله أبوالحاج تبغين شوفوك لوجهي الله الله العادي الله يطول عمرك أخويا نقول لي شحم نوبا ما شعردك ما شعرد خطرات في الماكن دير نقول لي أبوالحاج لوجهي الله أي يا أخي يجو ناس كتير هناك نتلقع معهم الحمد لله أهل الخير ونس محبين ونس ضعفاء ونس مراد مساكن وربك يسخر ربك يسخر شي لشي أبغين نشوفوك لوجهي الله أبوالحاج والله وضعي معنا الله بينا في موتى مستورة الله يطول عمرك لوجهي الله أبوالحاج الله يطول عمرك ورحمك الوالدين الله يطول عمرك لوجهي الله أبوالحاج الله يحفظك مرعاقب فيك أخويا عمر لا إله إلا الله لا حوله ولأقوده الوازنة اللي يعطيها مسكينها صحيحة. ايه? وادوك الناس المكفوفي اللي يعطيهم تام وضحة يحتمو الله. والتاب والحاج اللي الله يحفظك من ثلاثة الحويش. الله يحفظك من السم الحديد والسم البعش السم الحديد والسم الخلو والسم البعشار اللي ما كاين ما وعار منه الله يقرر سربيسك يا ابو الحاج على الخير. الله بأمين. اي اخو يا اخو يطلب الله الله يلاقينا في مكة المكرمة. الله يلاقي نوائيك في المدينة المنورة. وفوق جبال عرفة وفي مينة ومزدليفة. والله العظيم السيق عمر بتسلح له في شامل واحد كنطلقا وقول له الدعوة تكنطلقى بهم في مكة المكرمة ولا فوق جبال عرفة كنقول اسمح لي اتزاحمة معك اهلان انت فلان كنت عنقو تلقى ورسنا اما في مكة او في المدينة اوفوق جبال عرفة بفضل الله تنبكي لاقينا سبحانه وتعالى. الله ابو الحاج تباغي نشوفوك لي وجه الله بالله. يا ربي يا كريم اخويا حافظك الله. يا مرحبا اخويا. نباغينا نشوفو لي وجه الله. شكرا لك يا عمر. ولكن ابو ما بغاش يديني معانا ما عرفش من اي. ابو الحاج وراء هو افقي هدك سيد وما ما عرفش انا وربما كان مشغول وعنده توشي كراهات اخرى. ولكن هم من الامر. ابو الحاج عدك شي سلعات الخطرة افتقى. اي عقلت عليه اي عقلت عليه اخويا. اعرفتي. اي عقلت عليه اياس ايا. هادك سيدة لاني قلت لي ابو الحاج حمله واش حمله واش حمله واش حمله هو اوله. وعنده ضروف ضروف خاصة شوية. واخا اخي سي عمر الله يطول عمرك. الله يرحم وليدك نشكرك سي عمر. كنشكرك سي عمر هذا الشاب ذو السبتة والتلاتين ربيعا. لاحظوا كونه في البادية. واصيب ببلاء شديد. شوفوا الحياة كيفاش كتواجه الانسان. ربما الواحد منك يصب بلاء غير صغير. وكيشعر بانه يائس من الحياة. وكيشعر بانه غير راقب فيها. شوف سي عمر وهو طفل صغير. وقعت لي هاد الحادثة سقط من اعلى. وقع له كسر وقع له كدومة ما انصب بالسكري. تلاتين عام هو كدوك لانسولين. تلات مرات في اليوم. لكم انت تخيلوا ايها الاحباب. احنا جميعا ربي سبحانه وتعالى بفضله ومنه. اعطانا الحمد لله الجهاز السليم كيفرز لانسولين تلقائيا. من اللي كتاكل وكتشرب وكتشبع كيطلع لانسولين تلقائيا. دكش في الدات. هو خسول ابو الدق عن طريق الابر تلات مرات في اليوم. وكل من هو مريض بدأي السكري. تلاتين سنة. يعني لم يستمتع بالحياة. يلا ستسني اللولة. يلا كيحل في عوينته. واصيب بهذا البلاء الشديد. ثم اتر له. دبا الان على على اعضاء اخرى. على البصار. وعلى وعلى كده. وتصور كيقول لك في الكلام دياله. الله يرزقنا مو تمستورة. شوف شوف الامنيات ديالناس. كين دبا اللي سولتها اش كتمنى. كيقول لك انا ما عاجبنيش الوظيفة. وبغي نقلب على محسن. له الحق في ذلك. كيلي عنده سكان مرتاح فيه. وكيقول لك انا ما ما قابلوش بغيت ما هو افضل. واللي عنده واحد الاجراء. واللي عنده واحد الزوجة. في واحد الشكل معين. واللي عنده اولاد. كيلي ما عاجبوش الوضعية دياله. وكي وكيطلب المزيد. وخا عنده الخير. ولكن لا يقدر نعم الله عليه. لا يقدر هذه النعم. شوف هذا الرجول اللي مريض وسقيم. اش كيطلب بالله تعالى. كيقول لك الله رزقنا. اشنا هو كرسي برلماني. منصب وزاري. واحد المتاع الدنيوي. لا. كيقول لك الله رزقنا موتة مستورة. وهذه رفحة. الدكي هو من طلب هذه الموتة المستورة. لان اللي كرمو الله تعالى كيعطيه حسن الخاتمة. ليحبو الله. وكرمو كيعطيه بعد عمر طويل حسن الخاتمة. واللي ربي عز وجل اراد له البلاء كيحرمو من حسن الخاتمة. مع كل هذا سيعمر الله لحتوك يتكلم كيقول واحد الكلمة. والحمد لله على كل حال. هذه الكلمة هذه الى قال الانسان المبتلى. هيش كتسمى الحمد لله. كتسمى غيراس الجنة. غيراس الجنة هي سبحان الله والحمد لله. ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. لك يقول هذه الكلمات كل كلمة كيت تغرسلي فيها نخلة في الجنة. هذه النخلة ظلها يمتد على خمسمائة سنة. فيها من الكروم والتمور ما الله به علم. كل كلمة تقول سبحان الله. هاي نخلة زرعات. والحمد لله ها نخلة تانية. والله اكبر ها نخلة اخرى. ولله الحمد ها نخلة اخرى. حتى ان العبد المؤمن يوم القيمة منك يدخل الى جنته وكيعطي الله الضيعة ديالو الفيرما الحقيقية. كيقل لي مد عينك على مد البصر. كيقل لي كلها لك. كيقل يا ربي بمدى اوتيتها. غرستها بنفسك. متى يا رب. غرستها في الدنيا. كنت تسبحني. وكنت تكبرني. وكنت تمجدني. وكنت تحمدني. في كل كلمة كيغرسلك الله تعالى. سي عمر سبحان الله العظيم. كيكتر من هذه الحمد. خصوصا للحمد. الحمد كيكتر منه. كيعطيه الله تعالى. قصور في جنة. كتسمى بيوت الحمد. بيوت الحمد. اشنا هي. اي واحد مبتلى. اعطاه الله تعالى واحد شدة. اعطاه الله واحد نقصان. اما في المال او في السعد او في السحة. وكيقول لك. والحمد لله على كل حال. هذا يعطي يوم القيمة. قصور تسمى بيوت الحمد. يتراء نورها من بعيد. كيتبالك تبرق. تبرق. لان نمصوب بواحد بواحد البلور. كأنها اللؤلؤ والمرجان. كيقلوا بيوته. اهل الحمد. اللي كان في الدنيا. دي ما كي يحمد الله على كل حال. خصوصا من اللي كيتعرض للبلاء. فالله تعالى اللي بغى اللي حب المؤمن. كيعطيه البلاء ويلهمه الذكر والتضرع. فهنيئ لك هنيئ لك سي عمر. وسي سبحان الله اللي كان اللي بقى فيه سي عمر. قال لك انك تتمنى نقرأ في الجامع. نقرأ نحفظ القرآن. هدي الامنية اللي فيه. هدي هي. ربما كي اللي كي سقوله. شو واحد فينا الان. كالقى عنده ازمة نفسية. كتقول لي مالك. يقول لك فاتني. واحد الحاجة ما وصلتش لها. فلانك تبقى تنزوج بها ما تزوجش بها. اه واحد المشروع كتغنديره ما درتوش. واحد الفرصة كتغنديره ما درتوش. كيف كيفكر في الدنيا. اللي فاتك رفات. شو فات سي عمر. كيفش كيفكر. كي يقول لك فاتني انني لم اقرأ القرآن في المسجد. وكنت اتمنى ان اقرأه. شوف الامنيات العظيمة. واد الامنية الكريمة. كي بلك بان الانسان يتمتع بقلب من جوهر. الله تعالى لا ينظر الى صوركم. ولا الى اموالكم. و الى مناصبكم. ولكن ينظر الى القلوب التي في الصدور. لهذا قالنا ربنا عز وجل يوم القيامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون. الا من اتى الله بقلب سليم. الا من اتى الله بقلب سليم. الكلام اللي قال السي عمر كيدل لانه انه قلب سليم. وحنا كنا نكرر هذا الكلام اي والاحباب. باش نحافظوا عليه. كل واحد فينا يحرص على انه اذا توفر وامتلك قلبا سليما فقد امتلك الدنيا بحدافرها. ولا يهم ما ضاع لك. لا يهم. سوف تستدركه. في الدنيا ستستدركه. واذا لم تدرك في الدنيا ستدركه بالاضعاف المضاعفة في الاخرة. ربنا لا يخيب من رجاه. فاسأد الله الكريم لاخينا السي عمر. الله يشفيك ويعافيك ويطول العمور ديالك. ويكتب لك الله مكاتب الخير. ويبعتك يوم القيامة مع الاولياء والانبياء. اللهم امين. اللهم امين. يا رب العالم. ستحولوا الى الضال البيضاء مع السيمسطفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا. اهلا السيمسطفع يا مرحبا بك. اهلا السي الحاج. الله يرحم جميع الممين والممينات. كما ام حفوض خيالكmunโcho watt ان البيضاء. ايه ليه. ايه? ايه كان لديه ليه ليه. ايه كان للقرآن. ايه من هنا مع نوع المشكلة ديال الكورونا وقالت نحفظ يديك شي حزب حفظ يلا حزب وتنقيم شدابا مش الكتاب نعم وكل تنقرى سببك الله تنقرى الصودية يتنسل عمده الكتاب وتنسلطوك يعجبهم اياه وحل الوقت تنقرى 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 عشر بقايق وصافه وتنحط اللوحون خرج لاي لا لاي لا هيد الله لاي لا هيد الله أخويا هنيئا لك يا رحمان يا رحمة يا رحمة يا رحمة يا رحمة الله يطول عمرك سيمسطفى الله يتقبل أخويا الله يتقبل هنيئا لك أن ربيع عز وجل وفقك لحفظ كتابه العزيز شكرا لك سيمسطفى الله ينورك من والله سيمسطفى هو من أحبه الله تعالى يلهمه حفظ كتابه وتدبر معانيه والعمل بأحكامه سيمسطفى أن الوجود كل في كفة وكتاب الله تعالى في كفة أخرى لأن الوجود كله خلق من خلق الله والقرآن الكريم هو صفة من صفات الله من دات الله القرآن هو صفة هو الكلام كلام الله كلام الله صفة من صفات الله مرتبط بالدات الإلهية لكن كل ما عدا القرآن في الوجود مخلوق السماوات الأراضين النجوم الكواكب البشر الإنس الجن الملائكة كل ما في العالم يسمون العالمون هؤلاء العالمين كلهم مخلوقات إلا القرآن ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله والكلام صفة من صفات الله والصفة باقية ببقاء موصف ومن أحبه الله تعالى شغل قلبه وفكره بالقرآن من أحبه الله تعالى أجرى آياته المبينات على لسانه الإنسان الذي يمشل هذا القرآن الكريم يعلم بأنه صار من أهل الله بتعرف نفسك واش انت من أهل الله أم لا واش انت من أهل الدنيا من أهل المتاع من أهل المصالح ولا من أهل الله انظر إلى حالتك مع القرآن إلا وقالك واحد الإنجداب ورغبة في القراءة والحفظ أو في الفهم أو التدبر أو الخدمة لأن أهل القرآن شكون هما أهل القرآن إما يكونوا حافظة لكي حفظوا القرآن كي تسموا أهل الله أهل القرآن وكينين كذلك الناس اللي هما ما عالوش القدرة على الحفظ كي يخدموا أهل القرآن كتلقى إنسان تاجر لباس عليه وكتلقى كي يجمع واحد بركة المال وكيمشي لواحد مدسة قرآنية يقوم بترميمها يقوم بتمويلها كيوفر طلبة القرآن للطعام والشراب واللباس وبعض الإكراميات بش يبقوا مستمرين لأن الإنسان قد يزهد الدنيا قد تجره ويذهب ويزهد في القرآن ويما وقع كثير من الناس وقع علىهم هذا فكين أهل القرآن هما دوك الحفظة اللي كيحفظوا وكينين كذلك هما الأهل الإحسان اللي كينفقوا على القرآن وكين لي ما عندهش المال ولكن عنده الخدمة كتلقى تووقف إما كيصور عنده كاميرا كيصور تظاهر قرآنية إما أنه كتلقى كيسقي الماء كيسقي كتلقى لكنش تجمع هلو والخدام كيصور بالموائد ويقاد الناس ويصور هادي كذلك الخدمة تطوعية حبا في القرآن وكين كذلك القرآن لما قدرش يحفظ وإنما كيسمع يعشق سمع القرآن يستمع للمشايخ الكبار وكين كذلك من أهل القرآن لي يتدبر معانيه احتربي قليك ليتدبر آياته لعلهم يتفكرون كثير في القرآن تتكرر التدبر والتفكر كتلقى كيشوف الآية وكيقف عندها كيقرأ غير آية وحدة الحمد لله رب العالمين ما المقصود؟ الحمد الحمد يعني أنك أكثر من الحمد لله رب العالمين من هم العالمون؟ العالمون كل المخلوقات سوى الله وهو ربها كتوقف أمام الآيات إياك نعبد وإياك نستعين ما معنى إياك نعبد؟ يعني وحدك وحدك يا رب نعبدك دون سائل المخلوقات وإياك نستعين يعني إذا وقعنا في صعوبة في الحياة لن نستعين بغيرك نستعين بك أنت يا رب أعني فإني ضعيف يا رب قوني فإني سقيم يا رب إني جاهل فعلمني يا رب خذ بيدي إياك نعبد وإياك نستعين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا يتأمل في هذه الكلمات ما معنى قانون الخلق وقانون التسوية وقانون الهداية وقانون الإرشاد قوانين كثيرة في هذه الآيات على رؤوس الأصابع هذا كنت سمت تدبر أيضا هذا من أهل القرآن أهل القرآن كتر كاللي كيكون عنده الهمة عالية وكاللي يلاكي بغيب دع وكيوقع لهم النفور كما وقع السمسطفا ما حقيقة ذلك اللي كيبدي في القرآن الكريم كيوقع لهم النفور هديك عنده بداية المس أنه إنسان راه ما صافش راه عنده شوية المس راه داخل مع إبليس وداخل مع شياطين أنهم ما كيخلوش أبدا أنه يقرأ القرآن الكريم كنت أذكر مرة كنت في الديار المقدسة وكان معنا واحد سيد الناس كلهم جايين يحجوا هو ما جايش يحج هو جاي جاي غير جاته قرآن كانت خدام في واحد الشركة من الشركة المعروفة الكبيرة العمومية دي الدولة والشركة دارة القرآن خلص فيه الحج هو ما كيآمنش بالله هو أصلا كيكره الدين وكيكره الإسلام وكيكره القرآن يقول لك بأن هذا سر وسبب تخلف العرب والمسلمين هو هذا القرآن وسر تراجعهم وكذا كذا هو هذا الدين عنده موقف مضاد لكن الشركة غير يخرج وتقاعد شركة كبرى لا أسميها معروفة وعنده واحد صيد كبير دار القرآن جات فيه هو القرآن دي الحج غادي يمشي من اللي يمشى قال لي ما تكوني غير حقي غير فلوس قال لي لا لابدت مشي للحج مراته قاتل يشوف متزرتي دول كثير في العالم مشيتي الفرنسا مشيتي الأوروبا مشيتي الأمريكا مشيتي تلصين الشعبية إفريقية زرتها مرارا كي صفتك الشركة كممثل تجاري هناك هذي فرصة سير شوف ذاك الأرض السعيدة شفيها قل لها بلاد عرب خارب ما كان بغيهمش قل لها قل لها سير سير لعله وعسى أتمتع شوف غير استطلع ده البريدي المراته هو يمشي معه من الحج الناس رقم في الطائرة غادي مباشرة إلى مكة المكرمة هو خصو ضروري أنه يلبس الإحرام لأن اللي غادي مباشرة من بلاده إلى المكة المكرمة خاصو لابد يلبس الإحرام في الطائرة فلقى الناس كيبسوا الإحرام وما عرف وين في أحكام الشريعة ومدى سيك الدين وغادي حجة سيكتوال سياحة رقم في الطائرة شوف الناس حيدوا الملابس ديالهم توخصوا ضروري مش ميتيرش الانتباه حيد الملابس دياله والبس الإحرام الناس كيقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا تهوك يقولها غادي بلسانه مش بقلبه ما كي آمنش بهتش كله وصل مكة المكرمة الناس فرحانين حطوا الأمتعاء في الأوتيل ومشو كيجريوا للحرم الشريف يقدمون المناسك وكيبدو بطواف القدوم طواف القدوم يا رب فرحانين وشاغوا فينو كيجزاحمو هو غا ما مصوق لاتش كله كيقول لهم دا كله خرافات والشعائر جاهلية بديئة طلع الفندق ديالو سينك اتوال جلس في واحد الجناح متميز اللقال البوفي مفتوح اللقال الدوش واحد الحمام راقي دكشي فاخر كلام عراسو شرب معراسو كيدا النهار كله هو كيدفرس في تلفزيون شاد الماتشات ديال الكورا شاد الكليب ديال الغناء والرقص وفرحان معراسو دلتي ايام هو هكذا النهار الرابع قال اجي نزل نشوف ماذا يقع هناك نزل من فندقه ومشى الى الحارم الشريف بدك يطوف شاف ناس كيطوفوا حلو الكعبة وكيقتار منهم هو كان طويل القامع وما يجو عنده واحد الفلبينيين قصار القامع وماليزيين الناس هم مأسيويين كيقرف واحد الكتيب صغير في عربية وانجليزية وشيطر جمع شافوا قال لي وش ممكن شوف لي نشوف المعنى دي لهذا الكلمة هدي هو كيعرف الانجليزية كان ممثل تجاري لإحدى الشركات الكبرى ف شرح ليهم المضمون ديالكلمة بالانجليزية بدوا كيبكيوا هما كيبكيوا عاوض قل لي دوروا الورقة قال لي شوف لي هذلك الكلمة شنا هي كان لم في تضرع هو كيشرح ليهم الكلمة بالانجليزية فكيفرح كيبدي يبكيوا هو ما كيبكيش هو لا يؤمن بشي واحد اللحظة وقع التدافع تدافع حول الكعبة المشرفة بعد مرات كتجي واحد الموجة كيكونوا ناس يا الله داخلين مع باب السلام وفود واحد مئة كوكبة مثلا كوكبة فمئة نفر كتجي كوكبة تريتا رابعة خمسة كيوقع واحد اللحظة الكعبة المشرفة فالطوف خفيف حتى كيبلك بانها امتلأت بحل بطن الام بطن الام ممكن تتولد بواحد لا تستع هكذا كيوقع في الكعبة المشرفة كتخواء وكتعمر في اللحظة وقع بذلك الازدحام وقع التدافع بده كيدفعه فيه هو كي يحاول ينقض نفسه ولكن كيدفعه الى الامام كيدفعه توقع الى اين ادفع حول الكعبة وصل الصدر دياله مسى الملتزم الكعبة المشرفة غير مسى الملتزم صدر دياله مسى الحجارة دي الكعبة هو يفيد بالبكاء بكاء شديد يبكي بكاء شديدا مرا واحد البكاء مدغل حتى الناس شفوه كي يسحبه الشوالي من اولياء الله لان هذا البكاء هذا ما كيوقع إلا لمن عندهم قلوب طاهرة بدك يقول له ادعو الله لنا يا حاجي ادعو الله لنا كل واحد بدك اللغة دياله ادعو الله لنا قول لهم قابلين لغة هو كيبكي واحد البكاء الشديد وشد في أستار الكعبة من ليسى لو هذا المشهد مش عند أحد العلماء قال لي اللي وقع عليه قال لي أنا راجاي ماشي بنيت الحج أنا جيغا سياحة وأنا دبال أنا شو قع لي وقع لي ودبال كان بكي ومبقاش هالس دراسه قال لي شوف يا سيدي أنت كنت متلبس بشيطان وكان ساكنك في الفكر والعقل والآن من يوسط الكعبة المشرفة انصرف عنك دبالآن خارج منك ذلك ذلك الشيطان وصرت بينك وبين الخالق لا يحل بينك وبينه شيء وسبح الله ذلك الرجل صار من أولياء الله أنا أذكره كان معنا في الديار المقدسة سنة 2014 أذكر ودبا صار صار تبارك الله مقابل واحد الجامع كان كيتسنى أنه بعد التقاعد غادي يلبس لباس اللي هو يا شبابي وغايمشي الميامي وغايمشي الكبار الجزر العالمية تم يمت تمت مع الشباب وتمت مع الحياة والشمس وكذا وكي شرب الله يسترنا ويستركم فإذا به ربنا أراده أن يصير الآن هو في واحد الجامع صغير مقابله ولا ولا والبواب دي الجامع قيم المسجد الصالة والعبادة ومبقاش كي هز دراسه حتى أصحابه قال يجتمع النز ما هو كان طويل قاما قال يم لا استحياء من الله مبقاش كي هز دراس دياله فيقدر بعض مرات الإنسان كيقدر يتصاب بشيء من هذا كيكون كيبغي يصلي وكي كيلقى بأنه السنازق كي تجي تقيل هذا متنبس كيبغي قلق قراء الكريم وكي شير قراء الكريم هذا عنده تلبس إنسان كيبغي نفق عنده المال وجوقت الزكا وكيبغي يعطي وكيقول لا 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 فلوس يغي نقصه عنده تلبس إنسان بغي يتخلق مع الناس أخلاق كريمة كيقول لا توضعت لهم بدوها يحق رعليا قسم قد دائما نهرهم ونخوفهم تلبس هذه حالة تلبس كتكون عند الإنسان الخروج منها ما شخص يكون ببساطة أيها الأحباب لا يحتاج العلاج الديني ما فيه لا جهود ولا تعب ولا تكاليف بمساطة ماذا أسجد واقترب أسجد واقترب كنت وضع وكان صل لله ركعتين خشعتين وأطين السجود نحول نصق الجبهة الديني في الأرض نطول السجود وأتدرع إلى المولى وكن متأكد بأن كل الأثار السلبية تزول عنك تلقائيا بلا طبيب ولا معالج طبيبك الله معالجك هو الله وإذا ماردت فهو فهو يشفين فهو يشفين وهو الذي يطعموني ويسقين هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فكنا نقول السيعمار ربما المشكل اللي كتبتقنا القرآن الكريم وكترجع روح الشيطان يوسوس لك ويضيق صدرك وكيمنعك أنت أشغل للسيعمار هو أنك غد كتر من السجود بلتشعر بأنك صدرك ضاق صرت وضع صل لركعتين وأسجد لله أسجد واقترب أسجد واقترب هذا الشيطان غد يبعد منك وغد تشعر بأن المتعة كل المتعة في قراءة كتاب الله وغير يجيك الشغف في البحث عن أسرار الصور وأسرار الآيات وعن حكمها وأحكمها وغد تسمع المقرئين القراءة المشرقية والقراءة المغربية وابد تهتم بقواعد التجويد بالإخفاء والإدغام والإظهار وغيرها وتعرف الأنغام الأنغام والطبوع وتعرف الجمد ويعد قلبك وعقلك مرتبط بالقرآن وغد تشعر بأنك عندك قوة وعندك طاقة إيجابية جاءتك من عند الرحمن ثم بعد ذلك سيصير عندك رزقان كل فرض من عنده رزق واحد إلا أصحاب القرآن عندهما رزقان رزقهم ورزق قرآنهم الذي في صدورهم إلاك نخاشعين إلاك نصادقين هذه حقيقة يقينية نحن نعيش معها القرآن ونعرفوهم وخصوصا ذو كلهم متقين وذو كلهم لغدين في الإخلاص كيعطيهم الله رزقهم رزقهم ورزق قرآنهم الذي في صدورهم كيعود مرزوق وكيعود مكروم وكيعود محبوب وكيعود مرحوم وكيعود مبارك أينما حل وارتحل فاللهم يا ربي حفظنا جميعا ببركة القرآن اللهم استرنا بنور القرآن اللهم أعزنا بجلال القرآن واشفينا يا ربي بأنوار القرآن وحقق رجاءنا بقدرة القرآن قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم ثم صلي على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم ونواصل أيها الأحباب الكرام وننتقل الآن إلى إقليم أسفي معنا سيد أحمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وكنت أسلبك دكتور طيب كوريضان أنا حبة لله الله يطول عمرك أخويا الله يحفظك ويرعاك الله بارك الله وفيك أنا تأفوك مرة مرة كان تأفوك كان كل مسيرين كان تأفوك وأزيل هنا الكلام بارك الله وفيك احنا منحضر القرآن بارك الله بارك الله أه الله يزارك السيحمد شحال دبال عندك العمر ديالك أخويا العمر أنا زيت ألف تعمية وتحدو سبحي أسحر واحد بارك الله شباب تبارك الله السيحمد فين حفظت القرآن الكريم مرةك شو أمز ميز مرةك شو أمز ميز تمها كين كين تبارك الله مدات عتيقها وسط الجبال آه وسط الجبال قرأت الزحف قرائم كان واحد للمدرسة الصيبري نحنا في تقول لها تحني بله أي هاي في المنطقة ديالأس وسيحمد كتغلت تحفظه باللوح مشي بالمصحف كنت قرأ في في الحروب يعدنا في في واحد يالأس ما عش كنت بدأوه في الصباح وكنتم في الصباح في كلام قبل طور الشمس كنت كان شمع وحد أخذي 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 أكبر من شنا قبل طلوع الشمس يعني مع الفجار تطلو الفجار وتبدأو أية أنا بعيد شوية المسجد كان بعيد شوية خطوات لله سعداتكم أخويا في الغادي غادي نحفظ القرآن كل خطواتين تمحوا عنك سيئة وتزيدوك حسن وترفعوك درجة الحمد لله وش حال تقريبين كتحفظو في النهار شحال من ساعة 4 ساعات 6 ساعات شحال تقريبين بل كنتا نقرأ تلديك 11 عاش العاشراء أية نمحو تنجوب دار ثاني نتغد ونعود ثاني رزع رزع لخصك تمحي تمحي اللوحة كل يوم تمحي اللوحة باش تعاود تكسب الجوز الجديد وش هي الطريقة المتلس يحمد للحفظ دبال كيسمعوه فينا الناس كيسمعوه فينا بعض الناس عندهم تقافة غربية فروقفونية قروا في المدلس العصرية وكيتمنى يحفظ القرآن ولكن ما عندوش الوقت وما عندوش التقنية انتدب الأمدل خبير أش ممكن تقول لنا الطريقة السهلة لممكن الإنسان اللي عنده الرغبة ويحفظ بها كلام الله تعالى والطريقة باش فطنا ما كنت في الأول كنت متحفظ مزيان أنا كنت احفظ كان كتب نص جاب ثمان نص كان قرأ في يومين ثلث أيام كان قرأ مزيان كان مزيان ولكن الله سبحانه وتعالى من اللي بغير كرمنا معرفنا في اه كيفتح الله الذاكرة وكيفتح الله الدكاء وكيفتح الله تسير والسحمد من اللي يحفظ القرآن الكريم في صدرك وكيفتشعر بأنك عندك كلام الله في صدرك يجري اللسانك أكيد هذا ربما أعطاك شعور مغير لبقية الناس الحمد لله الله مرحب هات يقال بأن الذي يحمل القرآن في صدره هو يحمل إرت النبوة كأنه نبي غير أنه لا يوحى إليه لا إليه والسحمد وقال نعوز وقال وحلق وقال 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 ما ما عاوز تأش بالزيف لالناس أي نستفدو منها في هد في رمضان اللي قبل من هذا كانت كورونا أي وقال وقال تراجيم كيتلاح لهم الحجار وكت أولا تشعر لهم العاف هذا كتسم التراجيم ها ويطلق معي أنا قال يود دير كيها وقال كيتلاح لهم الحجار وبيتك جاهد يقول الوعد في لفسي وتجمعه ومن لمشيت أنا لقيت الناس مجموعين أنا كنت طالع في اكتيبات وكن تلقى دك الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في صورة البقارة أكيد هي حديث صحيح أه وكت من اللي بقيت أنا الناس كينين الناس هوان مقاريين شمع مرين هتائي وكيت جمعه وصعف مبقيتش مبقيتش قريتها لي أي من بعد وعود ترجح لعنده لعنده واحد ما تلت يام وشنا يمشي تعدهم عن المغرب وبديت قريت لي قريت لي صورة البقارة كاملة أي مهم كم صورة البقارة مهم أدى الناس اللي تنويه وحد شوية ويد يدي واحد حزرة حق واحد واحد ما مستقف بالقلدير وقد عطيه واحد الصوت مفزع ومن جيت أنا ملجي الضار هدي في لي لما رقيتش طب حلا شي أعلالية شي حاجة أعلالية في الجبهة دي اللي في إذا لا إله إلا الله إيا أخي إيا سي ومن بعد وانا هدي الساحة رمضان تنقر 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 عشر حزاب 11 حزاب كان قرام زيان لإله الله واللي آآ للآخرة كم صلي أنا كم صلي أنا والواردة والمرضي علي وكي يجب وحد در ودخوية تقريبا عنده دكا 8 10 10 كي يجي تو وكي صلي معنا وانا كم كي صلي بوانو هو ما كي صلي قد يصلي ما كب لو دو أي بق صغير كي تعلم آآ بطور يصلي إيه هذيك الليلة كان صلي كان سمع كان سمع الدردي وحاك الدردي وحد شوية جاء شنو دكش اللي جاء جاء معارسني على قلبي أي معارسني على قلبي وانا كان قرأ في كان قرأ في لكن الله وشهد ما أنزل عليك أنزلوا بعلمه والملاك شهد قربت هذيك وأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم رحمتي من هو صلي من اللي قرأت لها قبل لي تحاجة دي تكن قول لانا جاء دكش جاني سبحان الله معارسني على قلبي معارسني إلى خلبي نبقى كان قرأ ولي كان قرأ كان صلي ها بيدي بسم الله رحمه رحمه السماء وطارك عصورة فاتيحة كان صلي بها وحد خمسة المرات مبقعت تحاجة مهم ولي ديك الأول ولا كان ما قلت لي هم أسمو كاين خفتم يتخار يخاف يخاف الناس اياه اه قالت يتخار ولا يتخار ما قلت يومش الله الحفظ سيد يا حمد الله يكمل لك الرجاء بارك الله فيك سيد حمد نشكروك على أنك خبرتنا بهذا المعلومة هذه تسمى تراجيم معروفة أن البعض ربما يستخدم أعمال شعوذة ومن تم هو يدعو الجن الجن لم يجيش عندك إذا أنت دعيت إليه قلت لي أجن عندي إنسان بعض البيوتات وبعض الأسر يدعو أعمال الشعوذة ويجعلون الجن يجين عندهم يحضرهم يدعو العتروس يدعو الحضراء يدعو كذا ويستغط بأسماء الجن ومن يجيون عندهم وحد الوقت يقطع عليهم يقول يجين أعطيني ذبح لي وحد النار ما أعطيت كي يتور بحل تورة نقابية يقول أريد حقوقي ما بغيت يش يشير بالحجر يشعل العافية قد تكون تكاسف الضتك تشعل العافية وكي يبدأ يدير أعمال أسبق لي اشتاد شبعيني ولكن سبحان الله العظيم لا ينبغي أن تخاف نهائيا إلا من العلي القضير مالك يوقع أشكا تدير طريقة سهلة مرة كندقر وحد البيت فيلا فيها ناس هربوا منها ما يلكم وقع عليهم حالة تشكل جابوا الفقائية دي الجامع قرأ القرآن ويهربت هو جابوا يقول يجي حضر معايا والله دخلت خرجوا كلهم حتى كد قول يرى الشيطان كيدور هنا فعلا كي يبال لك وحد لهيب كيدوس فيلا وصل الضلام كانت تدير طاقوس معينة هي اللي جابتهم هي اللي جابتهم وسبح الله العظيم الطريقة دي لأنك باش تغلب عليه كتقلق قرآن الكريم كلك يبغي ربما يخلب عليك القرايا باش ما تزيق الخوف كترفع الآذان الآذان الله أكبر الله أكبر الله تودن بقوة وإبليس وجنوده لا يحبون سماع الآذان إذا سمعوا الآذان يضعون أصابعهم في آذانهم ويفرون ويخرج منهم ضراط ريح من الخلف ويهربون من المكان أرفع الآذان وكرر الآذان وخش مشي وقت الصلاة كيبغي انتق منك بالليل مليك تبغي تنأس كيبغي يجي عندك انتق منك هذا كيتسمى باهلون الجين كيبغي دي لك أشياء من نوع من الخوف يقدر يوصليك لديك يربطهم يقدر يوصليك اللسان دي لك يربطوه مشي لا بغي تتكلم وتقرر القرآن ويقولي استعادك يربط لك لسانك لكن شيء واحد ما يقدرش عليه وهو القلب القلب يبقى دائما يقد لأن يدك يقول لك الذكر لين بغي أن يكون باللسان والقلبي مليك نذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد كان قول باللسان والقلب والقلب دائما يكون في الخشوع في الصلاة وكدر واحد عمان صالح بقلبك بصدق هذا القلب لا يستطيعه أحد أن يصل إليه من الجين يقدر يوصليك لديك ويكربطهم لك يقدر يوصليك للسان دي لك ويعقدون لك لكن قلبك لا والقلب يبقى يقول دائما الله 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 قسم الأطبي يقولون بيم بوم بيم بوم بيم بوم لا يقول الله 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 هذه القوة يخليك أنك لا تقع لك أي سوء وكتك الله النصر والعزة كنشكرك سيد يحمد وهنيئ لك بالقرآن العظيم واعلم بأنك تحمل في صدرك أجل ما في الوجود كل ما في الوجود مخلوق إلا القرآن ليس بمخلوق وإنما هو صفة من صفة الله لأنه كلام الله عز وجل حفظك الله ورعاك الله وأسعدك الله نبشي ولي يوسفية معنا سعبد الحفظ بخير سلام عليكم ولي سير الحفظ الله يطول عملك أخويا ولي الله الحمد ومارك الله فيك سعبد الحفظ أعزك الله أخويا لا إله إلا الله أخويا 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 ما كنعفش كن هذا من هذا كن تصل بي أنا لك الساعة بإذن الله الله يطول عملك أخويا ماتين وخا مولي وخا مولي وخا أخويا الله يحمل وليد الله يوسع على الرحمات لا إله إلا الله كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دوما يقول لنا تذكروا هذه من لدات تذكروا هذه من لدات لأن الإنسان في هذه الدنيا كيبقى غافل وكيبقى يتصارع ويتصابق ويتنافس حتى يفاجئه الموت هذا هذا صعب جدا فالإنسان من اللي ينتقل إلى دار الفناء يقول وويلتاه لو كنت أعلم أن حقيقة الحياة هكذا لما لما أعطيت هذه الأهمية الكبرى لكن الدين هو أولى الأولويات لأن الدنيا ومتاعها وما فيها من نعيم زائل وقصير ولا حول ولا قوة إلا بالله سعر الحافظ الله يرحم الوليد الله يستعر لها الرحمات نطلب الله تعالى إسكنها فسيح الجنات نطلب الله تعالى إجعلها في أعلى عليين إجعلها مع النبيين ومع الصديقين وإجعلها في نعيم مقيم يا رحمن يا رحيم وهذه فرصة لأحباب الكرام وحد العداد دي الناس توفوا في هذه الأيام عداد الناس وهذا اليوم عداد دي الناس انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء نطلب الله سبحانه وتعالى يرحم الجميع ويطلبوا الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولهم ويسكننا وإياهم فسيح الجنات وإن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله ولهذا كنوصل الأحباب الكرام دائما وأبدا وإحنا في هذه الدنيا إذا انشغلنا على الدين ما انشغلوش على كلمة لا إله إلا الله هذه الكلمة كنوصل نفسي وكنوصل الأحباب الكرام تكون رطبة على اللسان كلمة لا إله إلا الله هذه الكلمة ره وحدها هي مفتاح الجنة إذا ضع لك كل ما ضع وبقتلك هذه الكلمة فأنت من أهل الفوز ومن أهل النشاة فانقلها كثيرا ونرددها كثيرا وكلما قلتها سهمك يرتفع عند الله سهمك يزداد قيمة عند الله فقولوا جميعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله تلطفا ورفقا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله اللهم يا رب العالمين ببركة لا إله إلا الله نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر وترحم كل عبادك المؤمنين اللهم جميع أمواتنا اللهم يا رب اكتبهم عندك من الآمنين يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لنا ولهم وارحمهم اللهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وآنسهم في وحشتهم يا رب العالمين آنسهم في غربتهم اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين أنزلهم منازل الصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ارحم كل عبادك المؤمنين الذين انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء اكتبهم عندك يا رب العالمين من الآمنين ارحمنا وإياهم رحمة واسعة يا حنان يا منان يا عظيم الشان اللهم إنهم عبادك بنوا عبيدك بنوا إمائك كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إن كانوا محسنين فزد في أحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم ربنا إنهم خرجوا من روح الدنيا وسعتها إلى ظلمة القبر اغفر لهم وارحمهم اللهم أدخلهم جنات النعيم اللهم يا رحمن يا رحيم اجعلهم في بطون القبور مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجود رضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين اللهم يا حنان يا منان ارحم جميع أمواتنا اللهم ارحم أموات المسلمين يا رب العالمين اللهم أبدل أمواتنا ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم يا رب العالمين إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسئين فتجاوز عن سيئاتهم اجزهم عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا اللهم يا حنان يا منان يا عظيم الشان ارحمنا وإياهم تحت الأرض واسترنا وإياهم يوم العرض ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم يدى الجلال والإكرام كل عبادك المؤمنين الذين انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء والدينا ووالديكم أحبابنا وأحبابكم أقاربنا وأقاربكم اللهم يمن كتابهم اللهم يسر حسابهم اللهم تقل بالحسنات ميزانهم اللهم ثبت على الصراط أقدامهم اللهم أسكنهم في أعلى الجنات بجوال نبيك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب في هذا الوقت المتأخر من الليل لعله ساعة إجابة يا رب في هذه الليلة ليلة الجمعة المباركة يا رب في هذا الشهر الفضيل شهر ربيع الأول وفي هذه المناسبة العطرة ذكر ميلاد خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله اللهم اختم لنا جميعا بالحسنة اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله قولوا معنا جميعا آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين